يحضر المكون التركماني في كاركوك من مغبة عدم تمثيله ضمن الكابينة الوزارية الجديدة فيما يؤكد عرب المحافظة أن تطبيق المادة 140 سيؤدي إلى عواقب وخيمة المادة 140 فشلت في إيجاد الحلول منذ أكثر من 20 سنة وهي مفتاح لحروب عبثية ولتنافس ولتناحف يبدو أن شدة تصريحات المكون التركماني حول تطبيق المادة 140 من عدمه قد أخذت حيزا آخر حيث تؤكد قياداته أن عدم تمثيل المكون ضمن الكابينة الوزارية الجديدة والقبول بمادة منتهية دستوريا ستولد موجة غضب شعبي سيخل بميزان التعايش السلمي أصل المادة في 2007 تم انتهاء صلاحية المادة وتم تفعيلها فيما بعد وبضخط الحزبين الكرديين قبل تشكيل كل الحكومات المتعاقبة لذلك نحن نعتقد بأن المادة 140 عندما وضعت في الدستور العراقي وضعت كقمبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في هذه المناطق وبالأخص مدينة كاركو لذلك المادة 140 فشلت في معالجة المشاكل في هذه المنطقة المكون العربي يؤكد أن تطبيق المادة 140 سيؤدي إلى عواقب وخيمة فيما لو لم تتدارك القوى السياسية حجم التنازلات المقدمة مبينا أن المادة مشمولة بالمادة 142 من التعديلات الدستورية بالتالي يفسر استحالة تنفيذها قانونيا كمكون عربي نتخوف ونخشى بأن المادة 140 هي القرض منها إقصائي وإجراء تغيير دموغرافي إقصاء العرب من هذه المحافظة نعتقد أن هذه المادة تم نسيجها وخياطة غزلها وفق إملاءات كردية وبالتالي إذا كان هناك تنفيذ المادة 140 يجب أن يكون هذا التنفيذ وفق شروط قانونية وفق المادة 140 التي جعلت المادة 140 من ضمن التعديلات الدستورية وبالتالي لمجال تنفيذها ما لم تعدل هذه المادة فيما يعتبر الكرد أن المادة 140 هي خارطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كاركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أن تنفذ جميع بنودها الدستورية محكمة التحادية قد حسمت هذا الموضوع وهي مادة حية ودستورية ومن الطبيعي جدا ننتظر هذه المادة إلى وجهة مرة أخرى هذه المادة تعتبرها خارطة الطريق بالنسبة إلى المناطق المتنازعة لأن تضم بعض الفقرات الأساسية في هذه المناطق التي حدثت فيها تغيير ديمغرافي وتغيير سكاني ولا يوجد حل سوى تطبيق هذه المادة لحل هذه الأمور في هذه المناطق وكذلك من أجل استقرار هذه المناطق وبحسب مراقبين أن المادة 140 تحولت إلى مثار جدل متواصل بين مختلف مكونات المدينة سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر